علاقات ثلاثية متميزة وخاصة تجمع بين مصر والأردن وفلسطين وذلك امتداداً للعلاقات التاريخية الوثيقة بين الدول الثلاث وتأكيداً على تمييز تلك العلاقات تقف مصر والأردن بشكل دائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لدعمه ومساندته للحصول على حقوقه المشروع توافق في الرؤى والأهداف يميز العلاقات المصرية الأردنية كما يرتبط البلدان بروابط اقتصادية وثيقة وممتدة ساهمت في تنمية التعاون الثنائي والعربي والأقليمي حيث تضرب العلاقات بينهما بجذورها في التاريخ منذ القدم ومنذ استقلال الأردن عام 1946 بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وأصبحت الدولتان عضوين مؤثرين في جامعة الدود العربية والمنصات الدولية الأخرى ومن بينها حرقة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي التعاون بين مصر والأردن يتخذ أشكال المتنوعة ما بين الجوانب السياسية والاقتصادية وتكتسب العلاقات السياسية بين القاهرة وعمان أهمية خاصة نظراً للدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدرت الاهتمامات العربية منذ عام 1948 تبلورت علاقة ذات طبيعة خاصة بين كل من مصر والأردن وفلسطين فمصر كانت وما زالت ثابتة على مواقفها المؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في أرضه من خلال مساندة فلسطين مع الأردن من أجل إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها الكدس الشرقية والتوصل لتسوية عادلة وشاملة بما يسهم في الحد من الاضطراب الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط وبتنصيق حثيث ومتواصل مع فلسطين والأردن تلعب مصر دورا حيويا وبناء فيما يتعلق بالقاضية الفلسطينية وملفات المصالحة فضلا عن موثوقية القاهرة وباعتراف العالم في التوسط حال اندلاع أي اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين وعلى الجانب الآخر تمارس المملكة الأردنية الهاشمية مسؤوليتها تجاه المقدسات في مدينة القدس انتلاقا من الوصايا الهاشمية التاريخية عليها استنادا إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة